السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله بصلي وسلم على محمد بسم الله منشرح القاعدة عندنا هنا reflexive pronouns يعني الضمائر الإنعكاسية متى نستعملها هذه الضمائر يقولك لما يكون subject يعني الفاعل والobject هم نفس الشخص يعني كل ضمير له ضمير الإنعكاسي يعني المهم هنا شفتوا هذا الجدول مع كل ضمير نحفظ I myself, you, yourself اذا هو مجموعة yourselves المطلوب والمهم عندنا حفظ هذا كل ضمير نحفظ اللي قابله من الضمائر الإنعكاسية I myself يعني أنا بنفسي myself يعني بنفسي you نكلم لك شخص مفرد yourself يعني بنفسك he للمذكر المفرد نقول him self she الأنثى أو اسم بس إنه مفرد أو ضمير شي نقول here self it أي مفرد غير الإنسان نقول it self يعني مثل تتكلم لك عين حيوان عن جماد نقول it self we هنا قسم الجمع we ourselves اللحظة هنا ourselves self صارت selves التغيير للf تتحول تصير the ونضيف es هنا مع الضمائر الجمع we we مع ourselves يعني بأنفسنا you yourselves يعني بأنفسكم الفرق بين you هذي اللي هنا والyou هذي هذي تكلم لك شخص واحد yourself بنفسك هنا you yourselves يعني بأنفسكم they تكلم لك مجموعة themselves themselves يعني بأنفسهم حفظ هذي عندنا هذا المثال he likes يعني هو يحب he likes to look at himself شوفوا هنا عندنا he مذكر ولد تجي مع himself يعني ما تجي مع herself ولا ourself لا اللي هي تجي مع himself ملاحظة you can also use the reflexive pronoun to say that you you did something without anyone's help يعني حنا نستعمل هذا الضمائر لما أنت تسوي شي بنفسك بدون مساعدة i fix the hair dryer myself شوفوا هنا نلاحظ ضمير the eye جامع myself يعني يقول أنا أصلحت المجفف الشعر بنفسي تطبيق للقاعدة الضمائر عندنا هنا سارة سارة مؤنث cut نقول سارة cut hair self يعني هي قصت بنفسها the instructions on the box say يعني يقول التعليمات في الباكس الصندوق do it yourself يعني افعلها بنفسك هنا عندنا i i burned myself يعني أنا أحركت نفسي myself my grandfather my grandfather يعني جدي مذكر فبقول هنا himself هنا the people the people جمع injured يعني هم جرحوا themselves ليلة هنا اسم جمع the people زي ضمير they فبقول هنا themselves اللي بعدها we were interviewed for tv show يعني we يعني نحن نسوينوا مقابلة بالتلفزيون and last night we saw we وش قابلها we نقول ourselves يعني شفنا أنفسنا بالتلفزيون عندنا هذا التطبيق يحيا قال I hurt I تجي myself I hurt myself يعني أنا جرحت نفسي هنا Mr. اليامي قال How did you hurt شفنا عندنا you يعني كيف أنت جرحت نفسك hurt yourself I tripped and fell يعني سقط فبدا هنا كلم سمير قال له ان يحيا hurt himself ان يحيا هنا يحيا لأنه مذكر سيدة مير he تجي مع him self يعني يحيا جرح نفسه القاعدة اللي بعدها عندنا because versus so يعني الفرق بين because و so because معناها بسبب يعني تعطينا السبب لماذا حصل هذا الشي سبب so معناها لذلك يعني لذلك حصل هذا الشي دائما بعد because يجينا السبب أما so يجينا النتيجة عندي هنا مثال he makes accident يعني هو سوى حادث because بسبب he drives fast نكتب هنا بسبب he drives fast يعني يعني عطينا السبب ليش سوى الحادث عشان أساق بسرعة مثال على so he drives fast هو يسوك بسرعة so لذلك أو إذن he makes accident هو سوى حادث لاحظنا so تجي بعدها النتيجة because يجي وراءها السبب يعني هذا الشيء حصل بسبب هذا الشيء هنا هذا الحدث يعني هنا عندنا هذا الشيء طيب وإذا صار هذا الشيء ستكون نتيجة كذا هنا يقولون because introduce a reason it tells why يعني يعني يعطينا السبب why يعني لماذا حصل هذا الشيء أما يعني العواقب والنتيجة هذا الفرق عندنا because يجي وراءها السبب و so يجي وراءها النتيجة مثال يعني كثير من الحوادث تحصل طيب ليه كثير من الحوادث تحصل because بسبب people don't pay attention يعني الناس لا ينتبهون he didn't turn off يعني هو لم يطفئ the electricity electricity يعني الكهرباء so إذن he got a shock صاب بصدمة كهربائية الشك طيب بالاختبار كيف حل أشوف بالمعنى وين السبب وين النتيجة ومرات مرات يجيبون لنا فاصلة إذا في فاصلة حلو سهل الفاصلة دائما مع السو فاصلة مع السو مرات ما يجيبون فاصلة أول شي يعتمدوا على الفهم المعنى وين السبب وين النتيجة وعلى أساسه because ولا so تطبيق there there was there was emergency عشان كانت عندهم حال الطوارئ القاعدة اللي بعد عندنا so and neither so هذه مش نفس هذه لا تختلف اللي فيها نفي مثال i'm careful driver يقولك انا سائق حريص so am i وانا كذلك تم موافقة هنا عشان هذه الجملة مثبتة قلنا so طيب هذا من وين اجيبها انا تكملة دائما اجيبها من الجملة هنا i am صارت am i هنا موجود فعل مساعد سهل اقلب بس الضمير والفعل مساعد هنا i hurt myself all the time يعني انا اجرح نفسي طول الوقت so do i وانا كذلك وافقه الرأي so ليش كتبنا هنا so لان ها جملة مثبتة من وين جاتنا do لان هذا هنا عندنا فعل اول شي ما في فعل مساعد زي هنا am حلو سهل انزلة لا ما في اذا هو فعل مضارع اكتب do so do اجيبها من هنا i احركت نفسي بالفرن so did i ليش so لان ها جملة مثبتة طيب ادد من وين جاتنا لان زمن الفعل ماضي يعني عارف اذا هنا في فعل مساعد ام حلو موجود هنا اذا ما في فعل مساعد اشوف الزمن هنا لان مضارع اكتب do اذا هنا ماضي اكتب did والضمير موجود هنا i have been in one car accident in my life يعني قول انا حصل لحادث واحد so have i وانا كذلك هنا so لان جملة مثبتة الhave حلو موجودة هنا الhave موجودة ال i نفس الضمير يعني اقلب هنا i have سار have i نشوف امثلة neither i'm not aggressive driver يعني انا لست سائق عنيف aggressive معنى عنيف neither am i neither ليه لانها جملة منفية فيها not تذكر not و neither i very seldom cut myself انا نادرا اقطع نفسي شوفوا هنا ما فيها not بس كمعنى اقول انا نادرا افعل هذا الشيء فعطاني انك كلمة نفي كمعنى فنقول neither do i neither لانها جملة بمعناها نفي بس ترى عادة نجيب لكم not يعني نجيب لكم شيء واضح do i زمن الجملة هنا عندنا cut مضارع فنقول do وi من هنا i قال neither لان هنا في نفي not did i اخذت من هنا i did صار did i طبعا ما تنزلون not خلص بس ناخذ اذا فعل مساعد ناخذ بس الضمير والفعل مساعد i have never broken an arm or leg يقول انا ابدا لم يكسر الذراع والساق هنا كمعنى never يعني ابدا اعطاني معنى نفي يقول neither have i neither لانا معنى نفي وهنا have i من i have يعني انتبه بس seldom seldom معنى نادرا و never معنى ابدا اركز على هذه الكلمتين هتجي مع neither تطبيق على القاعدة so neither i always wear sit built in the car شوف الجملة مثبتة اول شي كتب so هنا عندنا زمن مضارع فبقول do i i have never had an accident ه اركز في never يعني ابدا فبقول هنا neither طيب neither جملة مثبتة كمعنى مثبتة وما فيها نفي فبقول so need هنا زمن مضارع so do i i spent the evening watching tv اقول هنا so لانا جملة مثبتة spent ماضي فبقول so did i هنا i didn't no فبقول neither بقول neither did i i don't انا بقول neither do i يلا نختبر نفسنا هنا عندنا he put his ولا him ولا himself ولا herself نشوف هنا he himself i saw myself i تجمع myself i went to the doctor يعني انا ذهبت لل doctor i was sick لاني مريض i was sick اني مريض يعني ليش انترح للدكتور why because i was sick لاني انا كنت مريض it was very hot كان جدا hot حر i i opened the ac ac الاختصار حق المكيف يعني بقول هنا so لذلك انا فتحت مكيف هنا سارة سارة برب برد complete using reflex reflex بروناو يعني هنا نشوف شي تيجي معا نقول هنا hair self نكتب هنا hair self i felt cold يعني انا شعرت بالبرد i wear my coat نقول join using because or so هنا ش نكتب انا شعرت بالبرد لذلك i wear my coat نقول هنا so لذلك او اذا ارتديت الكوت سارة واز late she missed hair pass هي فات هال باص نكتب so او because هنا سارة was late يعني سارة كانت متأخرة so نكتب هنا so she missed the bus لذلك فات هال باص وممكن اقلبها اقول مثلا she missed the bus هي فات هال باص because سارة واز late عشان ها كانت متأخرة نفس المعنى بس نغير يعني نبدل مرة نتيجة ومرة السبب نقدم هنا I can't buy a new mobile انا لا استطيع شراء هاتف جديد I don't have enough money ليس لدي مال يكفي هنا because ولا so يعني انا ما اقدر اشتري بسبب because I don't have صح يعني يقول why طيب ليه ما تقدر تشتري عشان ما عند فلوس it was raining كانت ممطرة so I took an umbrella انا اخدت المظلة اللي هي المظلة حق المطر re right using because الحين نستبدل ها من اكتب because اكتب هذه I took an umbrella because it was raining because تجي بالنص I watched the movie last night re right هنا عندنا هنا I watched the movie last night يعني انا شاهد التلفاز الليلة الماضي هنا يكسط قاعدة so و neither لا اول شي نشوف انها جملة مثبتة صح هذه I watched the movie فاكتب على طول so اللي بعدها so وزمن الفعل ماضي watched so did I هنا اي don't like a pizza نفس الشي يبغى الموافقة الرأي هنا عندنا جملة منفية فبعلى طول اكتب neither neither do I هنا واضح عندنا ناخذ do وال I هنا الجواب neither do I هنا صح هذا الجملة we paint in the house themselves يعني قل حنا دهنا المنزل بأنفسنا الوي ما تجي مع themselves سير هنا our service in the house going to be